السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع تابع مكسوفت اسم اكليك. ده اعتبر خاصة به الامور التعليمية. والامور الخاصة به البزنس بتقدر تنظم العمل بتاعك. المواقع اللي انت شايفها كويس. ممكن مسلا ان شفت فيديو شو شفت حاجات كتب معينة. مراجع معينة حاجات خاصة بالبحث. فتبدأ ان انت تنظمهم في مجموعات. بالشكل دوت. وتقدر بعد كده تشاركها مع الناس. ممكن انت تكتب مقالات او تحط مقالات مع بعض. بالشكل دوت. تقدر تعملهم بشكل مثلا زي مدونة وخلفية معينة. ممكن تحط مثلا ملفات خاصة بالجوجل درايف. حاجات خاصة بالوان درايف. كلهم في مكان واحد بحيث الناس كلها تقدر انها لو هي مهتمية بالموضوع دوت. تدخل جواه. فيبقى فيه لسن بلاد. نبقى فيه آآ آآ كتب اللي موجودة ريسورس لست. كل ده يبقى موجود في مكان واحد. وهو الناس كتير جدا في المجال التعليم بيستخدمه بحيث ان هو لما يشارك مع المجموعة الطلابية اللي معاه بيقدر نوا يديهم لينك واحد يبدأوا يدخلوا. يلاقي كل المعلومات اللي هما ممكن ان هما يحتاجوها بالشكل دوت. ممكن يكون فيه صور فيديوهات كتب مراجع. كل ده موجود في مكان واحد. طيب خلينا اقول له مثلا لوج اين. فزي ما انت شايف بيقولك كوش من حساب قابل او جوجل او مايكروسوفت او فيسبوك او كلاس لينك او كليفر او اعمل عميل و باسورد زي ما انت عايز. فهو بيسألك ده ستيوتينت ولا ديكيتور. فبتبدأ تختار وتقوله بقى الدولة. مثلا هنختار ايجيت. والرول. مثلا. دون. هنا نبدأ ننشئ كوليكشن. مثلا ده خاص به مجال كذا. هنا بقى بشرح لك الفكرة بتاعتها. كريت كوليكشن. هتبدأ تعمل فولدر وتتسمي الاسم انت عايزه. وبعدها تضيف لي الصور والمقالات وكل حاجة انت عايزها. بحيس لما تشاركه مع حد من الاصدقاء. يكون معا يقدر يوصل لكل المراجعة بتاعتك. وليكم مثلا نسميها ايجيت. مثلا. هنا اقول مثلا هو بيقول لي تايتل. هسمي ايجيت. هنا بقى تحط كل الحاجات الخاصة بمصر. طيب عايزين نحط هنا الويب ادرس اهو مثلا. تمام. العنوان اللي فوق حطناه هوت. اي بقى موقع تاني تقدر انت تنسخه وتتضيفه هنا. يعني مثلا ما هي بلوك دوت. هقول له انسخ لي اللينك دوت. وبقول له هنا. خلاص. دلوقتي بقى عندي في الايجيبت في اكتر من مرجع او اكتر من موقع. وتقدر تضيف تكست انت عايزه. وتقدر تضيف ازاي بدي افات بوك مارك زي ما انت عايز. في الايجيبت دوت. بحيس بعد كده ممكن تقول له شير. فتبدأ تشاركه مع الطلاب بتوعك او ممكن تقول له دزاين بحيس ان انت تختار دزاين معين. على شكل مثلا او على شكل مود بورد او على شكل ميديا. وبالشكل دوت وتختار خلفية اللي انت عايزها. تمام? وبعد كده شير. ممكن بقى تعمل مثلا بالموقع المهمة في الزكاة اللصنوعي. بالكتب المهمة في البيولوجية مثلا وهكذا. هل الشخص اللي انت تضيفه دوت يقدر كان ايد او كان اديت. زي ما انت عايز. ما كنت تديره التصريح او ما تديروش تصريح خلص.